الكتل الشيعية الخمس الرئيسة سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة قد تعيد إحياء مشروع البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الأكبر حيث من المرتقب أن تعقد هذه الأطراف اجتماعا موسعا خلال الأيام القليلة المتبقية على انعقاد جلسة مجلس النواب السبت والمفترض أن تحسم خلالها تسمية رئيس المجلس ونائبيه قياديون في تيار الحكمة أكدوا أن التحضيرات جارية للملمة القوى الشيعية توجد جهود لإيجاد تكتل جديد من شأن كسر الانحباس السياسي القائم الآن هي اجتماعات موجودة جهود متداخلة فيما بينها ربما ستفضي إلى يوم السبت لإيجاد تشكيلة معينة ثم ننتقل خطوة أخرى من أجل تكميل المشهد السياسي القادم وقد لا تفضي مخرجات اجتماع القوى الشيعية الرئيسة المرتقب إلى ضم كل الأطراف الشيعية تحت عنوان الكتلة النيابية الأكبر بحسب قيادين في اتلاف دولة القانون وقد يكون هناك توزيع جديد في خارطة التحالفات الشيعية من الصعب أن تلتقي القوى الشيعية الخمس على مائدة واحدة أبدا سوف تكون هناك الخلافات تطفو على السطر ومن ثم الوقت لا يشعف الكتل الخمسة بالاتفاق لكن من الممكن أن يكون هناك أربعة ناقص واحد للكتل الشيعية أن تتفق معا وتكون الكتلة الأكبر المعطيات السياسية التي أفرزتها أزمة الأوضاع في محافظة البصرة وتصريحات المرجعية الدينية بعدم تأييد رئيس الوزراء القادم إذا أختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة خلال السنوات الماضية تحديات أمام القوى الشيعية بشكل عام وزعيم اتلاف النصر العبادي بشكل خاص في مشوارهم لتشكيل الكتلة الأكبر بحسب متابعين العقبات لبعض الأطراف داخل البيت الشيعي أظن وضعت فيتو نهائي على تولي الدكتور العبادي ولاية ثانية أرغم الآن هو يتحرك ولديه بعض الأوراق ليتفاوض بها اجتماع قد يكون هناك بين الأطراف الخمسة قد يتفق الفتح وسائرون على تشكيل الحكومة وإعلان كتلة أكبر يكون لأسي المقتدى صدر دور المرحلة فيه ودر رئيس في تشيح رئيس الحكومة القراءة الجديدة لشكل التحالفات بين القوى الشيعية قد تدفع الإرادة الخارجية لعادة حساباتها في دعم الكتل المتصدرة للمشهد السياسي بحسب آخرين محمود فؤاد الحرة بغداد محمود فؤاد الحكومة